اشتركوا في القناة وهذه الآية بشكل خاطئ يفسروها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قالوا كان ضالا حتى البعض منهم كانوا يقولون أنه كان مشركا والعياذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم بل الصحيح أنه كان مسلما لله سبحانه وتعالى وعلى شريعة زين شنو هذه الشريعة البعض يقول نفس الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد بعثته هو قبل البعثة أوحاها الله سبحانه وتعالى إليه فكان يعمل على طبق تلك الشريعة البعض الآخر يقول لا وإنما كان على شريعة إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لأن شريعة إبراهيم طبعا شريعة إبراهيم غير ملة إبراهيم ملة إبراهيم هي في الاعتقادات والأخلاقيات وأصول الشريعة هذه كانت ملة جميع الأنبياء وإنما نسبت إلى إبراهيم لأنه كان شاخصا فيها إن الدين عند الله الإسلام من آدم إلى النبي محمد كلهم كانوا على ملة إبراهيم يعني على التوحيد الخالص الحنيفية الخالصة هذه بالنسبة إلى جانب الاعتقادات والأخلاقيات وأصول الشريعة لكن بالنسبة إلى شريعة إبراهيم هذه الشريعة نسخت بعد بعثة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ولكن نسخها لم يكن للجميع وإنما نسخها كان لعامة الناس وتم هناك استثناء البعض الشريعة إبراهيم لم تنسخ بالنسبة إليهم ومن ذلك البعض آباء النبي صلى الله عليه وآله كانوا موحدين حسب ما في الروايات الصحيحة الصريحة ولم يكونوا كفارا وكانوا على شريعة إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة إلى هؤلاء لم تكن قد نسخت وبعديا شريعة موسى عندما نسخت وجاءت شريعة عيسى جميع من في الأرض كان عليه أن يتبع شريعة عيسى لكن آباء النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إليهم كان المفروض أن يتبعوا شريعة إبراهيم وبالفعلهم كانوا تبعا لشريعة إبراهيم إلى عبد الله عليه السلام وإلى أبي طالب كانوا مسلمين موحدين على شريعة إبراهيم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله نسخت شريعة عيسى ونسخت شريعة إبراهيم بالنسبة للجميع أما ملة إبراهيم المرتبطة بالعقائد فهذه هي ملة جميع الأنبياء ولا يحتمل النسخ فيها فإذن القول الآخر يقول إن النبي كان على شريعة إبراهيم طبعا هنا يجيس سؤال وهو أنه هل يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله كان تابعا لإبراهيم وكيف يكون الأفضل تابعا للمفضول هذا عقلا قبيح أن يؤمر الأفضل بأن يتبع المفضول ونحن نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله هو أفضل جميع الأنبياء فكيف كان مأمورا باتباع شريعة إبراهيم ومعنى ذلك أنه الأفضل يكون تابع للمفضول هنا العلامة المجلسي في مرآة الحقول يذكر بحثا وحاصل ذلك البحث أنه يمكن أن يقال أن شريعة إبراهيم كما أوحيت إلى إبراهيم نفس الشريعة أوحيت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قبل بعثته فهو ما كان تابع له شريعة إبراهيم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر